السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وزيك يا شباب عاملين ايه اتمنى تكونوا بخير النهاردة فيديو جديد موقع معلم من الاخر اللي احنا جايبينه النهاردة يا شباب ويه احنا كسبنا منه وكمان اقربنا ان احنا نجيب منه اثبات سعر طبعا هتموت انت دلوقتي وتعرف الموقع اللي احنا نتكلم عنه النهاردة عن ايه وهيقدم ايه بازن الله طبعا قبل ما نبدأ وقبل ما نتكلم في اي حاجة ما تنساش اللايك المتين بتاعك والسبسكرايب ويلا بينا نخش في الفيديو على طول الموقع يا سيدي اللي هنتكلم عنه النهاردة اسمه بانل استيشن الموقع دوت واحد من مواقع ربح من الاستبيانات ومش اي ربح من الاستبيانات حرفين الموقع دوت موجه للعرب تحديدا زيه زي موقع تيجي ام يا جماعة ولكن موقع تيجي ام من الاسف استطلاعاته تلعت ان هي قليلة هو بيبعت استطلاعاته وبالفعل بعت لنا استطلاع احنا قلنا وردينا عن الناس في الكومنتات هناك يا جماعة بتاعت الفيديو بالفعل بعت لنا استطلاعين واحد بسعر اتنين دولار ونص والتاني بسعر واحد دولار ونص يا شباب ولكن بيبعتهم كل اسبوع مرة ولكن اولا واخيرا ربح كويس ومعقول يعتبر لما تكسب في الاسبوع واحد دولار ونص وانت بتعملش حاجة برضو حاجة كويسة هنا بقى شباب الموقع دوت بيوفى لك كل اسبوع من 3 ل 4 استبيانات ده حاجة حقيقية احنا في الفعل بيتبعت لنا كده وجربنا الموقع دوت لمدة شهر الغايد دلوقتي المهم بس عشان ما اخذكش في التفاصيل والكلام ده كله من غير موارك العملي اهم حاجة عشان تسجل في الموقع دوت بتخش من لينك اللي في الديسكريبشن وتبدأ ان انت تسجل البيانات اللي قدامك ديت تبدأ ان انت تخش عن طريق ايميل جوجل او عن طريق ايميل الفيسبوك وانا انصحك ان انت تخش عن طريق او تسجل عن طريق جوجل او لو انت حابب ان انت تملى البيانات هتملى البيانات اللي قدامك ديت الياهو والاسم والاسم تاني وتختار زكر ولا انسة وتاريخي الميلاد ضروري ان هو يكون اكبر من 21 سنة مش 18 اكبر من 21 سنة وبعدها تبدأ ان انت تختار كل البيانات ديت وتحط علامة الصح هنا وعلامة الصح هنا وتدوس انضم لنا الان هيتبعت لك ايميل او رسالة على الايميل بتاعك لازم طبعا تفعلها لان انت مش تحف تسجل في الموقع من غير ما تفعلها وبعدها تبدأ ان انت تيجي هنا وترجع تاني للصفحة بتاعت التسجيل وتدوس على كلمة تسجيل الدخول ديت هيبدأ ان هو يدخلك على الصفحة بتاعت التسجيل وتبدأ ان انت تسجل عادي دخول في الموقع خلي بالك من الكلام اللي انا هقولولك دلوقتي دوت لان هتقابلك مشكلة دلوقتي لما تسجي تسجل البيانات في الموقع وست يا سيدي هتيجي تسجل هتلاقي ان هو فتح لك الصفحة ديت ولكن ما فتحت لكش كده الصفحة ديت لا هتلاقيها تحس ان هي موجودة بظل كده لو انا ظهر قدامي الموضوع هبدأ ان انا هحط لكم سكرين ولكن انا طبعا عشان حلت المشكلة وهقول لكم دلوقتي حلها هتيجي تسجل هتلاقي ان الموضوع ده هو صغير قدامك كده اه ولكن اكنه غامق بصفحة غامقة كده اكني في حاجة موجودة فوق الشاشة ذات نفسها مش هتلاقيها فتحت معاك ومش هتلاقي ان عندك القابلة ان انت تضغط على اي حاجة اساسة هتقول اه ده الموقع بايز وخربان وتسيبه وتمشي لا يا معلم الموقع مش بايز ولا غلطان ولا اي حاجة ولكن الموقع بيبقى طالب منك بعض الاسئلة اللي في الاول بس ما بتزهلكش هنا بتزهلك على الاب بتاعهم او التطبيق بتاعهم لو انت عندك جوجل بلاي او عندك اب ستور هو الموقع له اساسا تطبيق والتطبيق دوت يا جماعة واخد تقيمات كويسة الموقع اصلا قصفة عما واخد على ترست بايلوت يا شباب اربعة بوين تاربعة يعني الموقع ممتاز وموصوب بتقييم اكتر من حوالي ربعمية واحد فبالتالي يا شباب الموقع ا دلوقتي لسه بادئ ينتشر هو ا موجود من زمان دي حاجة ما ننكرهاش ولكن دلوقتي بدأ يتحسن وبدأ ان ينزل في استطلاعات رأي كتيرة وناس كتير سحبت منه في الفترة الاخيرة وهقول لكم على كل حاجة وكل التفاصيل اثناء الفيديو بازن الله فتابع كويس زي ما بقول لك حل المشكلة ان انت تفتح الايميل بتاعك من التطبيق بتاعهم هتلاقي ان فيه كازا رسالة اتظهرت لك بها الرسالة ديت عبارة عن بعض البيانات اللي بتملاها للبروفايل بتاعك ديت ما بتظهرش في الكمبيوتر ما بتظهرش ليه في الكمبيوتر او في اللابتوب انا الحقيقة مش عارف السبب دي مشكلة من الموقع او خطأ في الموقع ولكن عشان تقدر تشتغل عليه فانت لازم بعد ما بتسجل في الايميل تبدأ ان انت تفتحه من على التليفون الاول حلو كده وجميل تبدأ بعدها ان انت تعمل ايه يا معلم تبدأ بقى ان انت تخش على كلمة ماي بروفايل يا جماعة او عن طريق ان انت تدوس على كلمة البنال بروفايل ديت دي اول خطأ وتعملها بعد ما تفتح اي موقع استطلاع رأي والجملة ديت انا بقاها بعيدها في كل فيديو ولكن دي ضروري ان هي تتقال وتبدأ بعدها يا معلم ان انت تعمل ايه تبدأ بعدها ان انت تملى الاستطلاعات اللي هتلاقيها قدامك هنا ديت يا شباب انت هتلاقي هنا استطلاعات بالكوم وهتلاقي يا معلم ان كل استطلاع من دول بتاخد عليه خمسين مقطة وزي ما انت ما شايف انا كسبان هنا تمنمية نقطة قدامك التمنمية نقطة دول انا كسبهم فقط لغير من الاستطلاعات بتاعة البروفايل وزيد على كده انا عامل استطلاعات طبعا اللي انا بقولك بيجيلي في الاسبوع من حوالي من 3 ل 4 استطلاعات فانت اول حاجة تعملها ان انت تخش وتملى الاسئلة بتاعة البروفايل دي اللي ايديت لمية في المية انا شخصيا ما كانش عندي الوقت ان انا اعملها المية في المية فعملت اللي اقدر ان انا اعمله واجماعة بازن اللي هامل الباق الحوزة مهمة الحد الادنى للسحب يا جماعة في الموقع هو ربعمية نقطة يا شباب وعلى فكرة ربعمية نقطة دول قيمتهم بتختلف من دولة للاخرى يعني احنا عندنا في مصر ربعمية نقطة دول بمبلغ وفي السعودية بمبلغ تاني وفي الامارات بمبلغ تاني وهكذا كل دولة على حسب العملة بتاعتها ما تسألش ازاي ده الموقع الوحيد اللي بيعمل كده بيديك الفلوس بتاعتك على البلد اللي انت فيه المهم انكمل شرح واجهة الموقع زي ما انتوا شايفين هي بسيطة وبعد ما تملى البروفايل يا جماعة هتلاقي ان الاستبيانات بدأت تظهلك هنا مش هتظهلك على طول مباشرة هتظهلك بعديها بيوم او يومين يا شباب وفعلا ده اللي حصل معايا هتلاقي الاستبيانات ظهرت لك هنا هوا وتبدأ ان انت معلم تي incarcerated هو هنا زي ما انا بشايف قال لي ان انا مالي او عامل استبيانين اهو فبالتالي الاستبيانين دول هما اللي في الchi يعني انا عامل استبيانين بقيمة 2435 نقطة وخلي بالك يا شباب ان سعر 3000 نقطة بهيعدل ميت جنيه سعر 3000 نقطة هنا بيعدل ميت جنيه مصري ولكن 3000 نقطة دول بيعدلوا خمسة دولار امريكي يعني انت لو بتعمل الاستبيانات ديه لديو الامريكا او من دولة امريكا فانت بتاخد خمسة دولار على الثلاث تلاف نقطة دول فقط لغير السعودية كامل حقيقة انا معرفش ولكن يا جماعة كل دولة بتختلف في سعر النقاط بتاعتك فبي عم يحيى انت لسه من خمس داي قايلي ان الحد الادنى للسحب هو ربا ميت نقطة ازاي ربا ميت نقطة وان اصلا هنا كاتب لك ان سعر الثلاث تلاف جوينت بي ميت جنيه فانا هقدر ان انا اسحب الربا ميت نقطة دول ازاي وهو هيبقى مبلغ قليل فانت الربا مية دول مبتسحبهمش انت الربا ميت نقطة دول بتقدر ان انت تسحبهم عن طريق ان انت تخش سحب في الموقع بص عشان ماخدكش في دوخة هفاهمك كل حاجة بس هزبتلك ان الكلام اللي انا بقوله دوت مش مزايف بس عشان الناس بتفكر وفي ناس كتير بتشكك في الكلام اللي انا بقوله فلو دخلنا على كلمة بوينت ريديم دي هنا يا جماعة ونزلنا هنا تحت هتلاقي ان الحاجات اللي انا كسبتها من الاستبيانات يعني انا عامل هنا استبيان عن المشروبات خدت عليه خمسين نقطة دي من الاستبيانات يا جماعة بتاعت البروفايل ودي الاستبيان دوت يا جماعة عن الـ Customer Survey الـ Customer Survey دوت كان عليه مش عارف كم نقطة مش عارف هنا ومش كاتب المبلغ ليه ولكن هو من ضمن الحاجات اللي موجودة في الـ Review وهنا عندك استبيان عن التأمينات بـ 50 نقطة كل ديت يا جماعة كل ما مشي هنا هتلاقي ان الاستبيانات ديت عليها 50 نقطة عشان بس الناس ما تقولش إحالات ولا أي حاجة أنا أصلا ما عملت الشرح عن الموقع دوت قبل كده عشان يجي لي إحالات فأنا يا جماعة هو معايا حوالي 800 نقطة و200 و400 نقطة في المراجعة دول كلهم يا شباب من ربح إصافي لي من غير إحالات ومن غير أي حاجة تماما يعني اللي أنا عملته دوت انت تقدر تعمله اللي انت بتتفرج عليه من غير أي مشاكل عشان بس انت بتبقى حجتك ساعات الإحالات بس المهم يعني نرجع تاني الموضوع هنا إيه حوار إن أنا أخش ساحب في الموقع أو الكلام دوت يا شباب لو جينا ودوسنا على كلمة Rewards اللي هنا يا شباب هتلاقي إن الموقع فتح لك الخانة اللي قدامك ديت بعدها هتبدأ إن انت تدوس على كلمة Redeem اللي هنا ديت هيقول لك لو انت طبعا مش معاك الربعمية نقطة هيقول لك إن انت لازم توصل للربعمية نقطة طالب لو معاك الربعمية نقطة هيظهر لك الموقع أو الصفحة اللي قدامك ديت وديت يا سيدي خانة الساحب بتاعت الجوائز أقدر إن أنا أشتري تيكت يا جماعة حاجة كده زي اليا نصيب بالزر تيكت اليا نصيب بتبدأ إن انت تشتري تيكت وأحصك إن انت تكسب من خمس تلاف لغاية عشر تلاف ريال سعودي واللي هيكسب المبلغ دوت يا جماعة خمس فائزين يقدروا يكسبوا من مبلغ خمس تلاف لغاية عشر تلاف ريال سعودي يا شباب شوفوا دول يعادل كام بالمصري أكيد مبلغ كبير طبعا ما نصحش أي حد إن هو يخش اليا نصيب دوت لأنه بنسبة كبيرة أنت هتخسر ولكن انت رح يبتجرب مفيش مشاكل نيجي بقى لطريقة الساحب العادية طريقة الساحب العادية عن طريق إن انت تدوس على كلمة General Rewards من هنا ولكن لازم أن يبقى معاك الكام التلات تلاف يا معلم نقطة اللي موجودين في الموقع يعني لازم يبقى معايا تلات تلاف نقطة عشان أقدر إن أنا أخش على خانة General Rewards طب General Rewards ديت بيبقى فيها إيه؟ أو طرق الساحب في الموقع إزاي؟ طرق الساحب في الموقع يا جماعة هي عبارة عن قصائم شراء يعني إيه؟ يعني مثلا هيدي قصيمة شراء من رانين أو من أنون أو أي موقع مشهور يا شباب وأكتر موقع مشهور في السعودية أو في مصر هو موقع أنون يا شباب هيبدأ إن هو يدي قصيمة بما يعادل التلتمية نقطة أو سرق التلات تلاف نقطة دول اللي هما بيعادلوا 100 جنيه هيدي قصيمة شراء ويبقى ده يا معلم هتبدأ إن إنت تاخد القصيمة ديت وتحطها في نون ويبقى معاك 100 جنيه في نون تقدر أن إنت تشتريها أو تحولها على البنك ودي بقى الطريقة بتاعت الزكاء يا شباب يعني إيه؟ يعني دلوقتي عايز فلوسي دي أمسكها في إيدي مش عايز إن أنا أشتري بيها أي حاجة أو إن أنا أستخدمها كقصيمة أبدأ إن أنا أعمل إيه؟ عن طريق نون يا شباب بتقدر إن إنت تحول المبلغ اللي موجود معاك للحساب البنك بتاعها طبعا الناس اللي مش عارفة طريقة أو معاها رصيد في نون أو آشتغلت على الموقع مش عارفة أتحول إزاي الرصيد من نون للتحويل البنك تقدر إن إنت تخش على اليوتيوب أو تبقى تطلب مني في الكومنتات إن أنا أعمل لك فيديو المهم في الآخر يعني إنت تقدر إن إنت إما تشتري بيها الحاجات إما إن إنت تستلم فلوسك على تحويل البنك آخر حاجة أكلمك عنها في الموقع هي طريقة الربح من الإحالات لأن هي على فكرة الربح من الإحالات في الموقع حلوة جدا يا شباب موقع بيقدم لك نظام إحالات كويس جدا زي وزي كل الموقع بتاعت الاستطلاعات يا شباب زي ما أنتوا شايف هنا بيقول لك إن إنت لما تجيب حد زميلك هتكسب 250 نقطة فقط لغير وبالعكس كمان زميلك هيكسب مقابل دوت 250 نقطة يعني إنت هتكسب من اللي هتجيبه واللي إنت هتجيبه دوت هيكسب منك إزاي يعني؟ يعني إنت لما تسجل من رابط الإحالة أو كود الإحالة بتاعي اللي في الديسكريبشن إنت هتكسب 250 نقطة دية وأنا هكسب 250 نقطة دية فبالتالي الكل هيبقى كسبان من الموقع دوت يا شباب أجيب كود الإحالة بتاعي إزاي؟ هتبدأ أن إنت تدوس على كلمة كوبي اللي هنا ديت يا شباب هتلاقيك عمل لك كوبي للرسالة طويلة كده هتبدأ أن إنت تحطها بيست في أي مكان وهتيجي على كلمة كود الإحالة اللي هنا ديت رفرار كود ديت هتلاقي إن الكود بتاعك هو اللي أوله L6 مش عارف إيه دوت اللي هو الكود اللي قدامكو دوت وأنا هسيبه لكو في الديسكريبشن تحت فأنت تقدر أن إنت معلم إيه أن إنت تنشره لصحابك وزمالك عشان يبدأوا يسجلوا من خلالك وهما يكسبوا وإنت تكسب أول سؤال هيجي على دماغ الناس اللي شغالين على إزبرو قاوت هلأ قدر أن أنا أجيب ناس على إزبرو قاوت أقول لك أن الناس بالفعل بتشتغل على الموضوع دوت وفي ناس بالفعل بتجيب للموقع من موقع إزبرو قاوت ناس بتبدأ أنها تكسب وتسحب بالفعل ولكن اللو تقفشوا بيتفعلوا لهم الحساب بتاعها يعني أنت ممكن أنت تجيب ناس وتسحب عادي جدا ومبقاش فيها مشاكل غيرك ممكن يجيب نفس الناس ويبدأ أنه يا معلم يلبس بلوك لأنه هو جاب من موقع غير مشروع يعني هل الموضوع رسمي ولا مش رسمي لا الموضوع مش رسمي يا جماعة والموقع بيحذر الناس اللي بتجيب إحالات عن طريق نهاية لفعلها فلوس زيها زي الموقع التاني ولكن هل في ناس بتعدي ولا لا في ناس بتعدي وأنا أعرفهم شخصيا وجابوا إحالات وكسبوا وسحبوا فلوس على حظك اللي سويد أنت ممكن تجرب الموضوع وفلوسك تروح وتاخد بلوك في الإيميل عادي فأنت حاب أن أنت تاخد الستيب ديت أو تاخد المخاطرة ديت هتيبقى بقى على مسؤولتك الشخصية عشان ما تجيش تلوم على أي حد بس يا سيدي الموقع صادق والحمد لله دفع لكل الناس اللي أنا عرفهم يا شباب زمائل يا شخصيين يعني أي نعم ربحه مش عالي قوي في مصر ولكن أنا زي ما قلت لك هو على حسب كل دولة وخلي بالك يا شباب بالنسبة لأن أنت بتخش تعمل استبيانات وحاجات عبيطة كده فأنت يعتبر ربح كويس جدا للمبتدئين أهم حاجة نمشي على الشروط بتاعة الاستبيانات اللي أنا كنت تذكرها في الفيديوهات قبل كده يا جماعة نخش بمعلومات صحيحة لو هنفبرج نفبرج معلومات احنا حفظينها ما نعارضش اللي استبيان بالمعلومات اللي احنا مسجلين فيها ما نضيعش يا جماعة أي وقت أو نختار إن احنا أي حاجة وخلاص وأي هبل وخلاص نحاول على قد ما نقدر ما نوضش في السؤال وقت طويل أو وقت قصير أو زيادة عن لزوم أنا تقريبا الشروط ديات ما قلتاش في فيديوهات قبل كده نبقى نعمل لكم فيديو عن الشروط بتاعة الاستبيانات والطريقة إن انت تعملها بإذن الله لو انتوا عايزيني بقى أعرفونا في الكومنتر المهم يعني أنا قلت لك الموضوع بالمختصر المفيد أتمنى يكون الفيديو عجبك ما تنساش اللايك المتين بتاعك والسبسكرايب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته